الكثير من دول العالم أعلنت تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كما كلنا بتنا نعلم فيما عادى الفيروس لينتشر مجددا في عدد من الدول كالصين مهد الفيروس بالأساس راوية جميعنا نتذكر الأيام التي كنا خلالها نعقم كل شيء في ذروة كورونا بالتأكيد أيام لا نتمنى تكرارها هوس التعقيم عادى للصين فيما تصر السلطات على تعقيم كافة الأسطح السلبة من واجهات المباني العملاقة وحتى الطرود البريدية والهدف صفر إصابات بفيروس كورونا كنا نعقم ونسأل هل نعقم الأسطح هل نعقم الأكياس هل نعقم كل شيء أم لا وكان هوس فعلا ولكن اللي يصاب كان عم ينصاب بالضبط أثبتت أحيانا عدم جدواها هذا الهوس دونه تحذيرات من أنه لا يجدي بل وقد تكون أضراره كبيرة على البيئة خاصة وأن فرص انتقال الفيروس عبر الأسطح الملوثة منخفض للغاية نذكر هنا راوية بنشر للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها العام الماضي إلى ما كانت تشير أشرت إلى أن كل اتصال مع سطح ملوث بفيروس كورونا لديه فرصة أقل من واحد من عشرة ألاف لنقل العدوى إلى البشر ولهذا لم يكن التعقيم الجماعي جزءا من إجراءات مكافحة الأمراض في الدول الغربية التي اتبعت سلطات الصحة العامة فيها العلم الخبراء أعادوا التوصية بغسل اليدين بالصابون أو استخدام المعقم إذا لم يتوفر الصابون والماء لمحاولة تقليل الإصابات إلى الصفر وربما التخلص من الفيروس مستقبلا أميكرون متحور كورونا يظهر بنسخة أو سلالة جديدة حسب ما رصدت سلطات صحية في جنوب أفريقيا سلالتان جديدتان تسببتا بزيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك يمكنه ما خدع الأجسام المناعية المتكونة في جسم المصابين سابقا بالفيروس العلماء في جنوب أفريقيا فحصوا سلالتين بي اي فور و بي اي فايف وهما الفرعيتان من أميكرون وهتان النسختان الفرعيتان أضافتهم منظمة صحة العالمية شهر الماضي لقائمتها للمراقبة واتضح من العينات المأخوذة من المصابين أن قرابة نصفهم تلقوا تطعمات سابقا بلقاحي فايزر و جونسون جونسون لكن الدراسة أظهرت أن المجموعة التي تلقت اللقاحات راوية كانت لديها قدرة على تحييد الفيروس بأكثر من خمسة أمثال من غيرهم أما في العينات التي صحبت ممن لم يتلقوا اللقاحات فقد ظهر انخفاض بنحو ثمانية أمثال لإنتاج الأجسام المضادة عند التعرض للسلالتين الفرعيتين مقارنة بالسلالة الأصلية لأوميكرون بي اي ون